السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزاك شباب معكم ايétique ابن الحمان من الموارد حالة مشاكل الرماة ان الرماة مش يقريه بشكل كفاية او يعني مثلا براقب رما 4 كاني مركب رما 2 و كان occupى مشهيلة ان كرت الشاشة بياخد من الرماة فمراقب رما 4 كانت مركب رما 2 مراقب رما 8 كانت مركب رما 4 و لذا كانت مشاكل بياخد من الرماة يعني انا عندي كرت الشاشة بياخد من الرما 4 فكان انا مسجل برما 2 فالكمبوتر عندي جهاز جيد فلو دخلنا على مي كومبيوتر بعد كده بروبيرتس خصائص هتلاقي ان ان دي انا مراكب رهما اربع وفضل من رهما اربع واحد جيجا لان الاثنين جيجا من ديها الرسوم متحركة اللي هي بتشغيل اللعاب بجودة عالية فالفيديو ده اعلم اكزية هتجلل منه الرسوم متحركة ان خليه تحدد له هو ياخد جديه ويه تأثيره هيوبع عليه انظامه ايه فبدأ الشباب لو دخلنا كليك كيمين ودوسنا على الديس بلاي سيتنج فبدأ شبابا ندال له تحت وندوس على كلمة ادفانس ديس بلاي سيتنج فبدأ شباب تظن او اذا كلمة ندال له تحت ومندوس على كلمة ديس بلاي اد بروبيرتس فبدأ شباب ظهرت له الوجه دي طبعا دي انا الرسوم متحركة او الواغدة من الميمور الرابات اثنين جيجا يعني اثنين جيجا ونص يعني هو الرام بتحت اربع واثنين جيجا ونص رسوم متحركة طبعا انا عايز الموجودة بحيث لايز يستقدم لها انها تحكم فيها وهنا اعرف اضرار لو انت متحركة تجلل لها تلك فمع كل ما اتجلل فيه يعني مثلا تخلير رسوم متحركة الواغدة شاشة تاخد منه وتجعلها جيجا كل ما تجل مثلا الجودة بتاع العالم فان عندها شباب مراقبة او اربع ونص رسوم اصبح واحد جيجا فانا هجلل القيمة يعني مثلا لو اي اثنين اخليها واحد او انا مش عايز اشغل لعب او استخدمات كثيرة مش عاللعب فأجل القيمة خالص و ألغيها عادي مش أقسل لو انت مش تشغل لعب أو بش تعب لعب كتير او انت بتجلل القيمة بدا باتنين تديها واحد وطبعا يفضل تخليها اتنين بس تزاود الرماد يعني لو انت مش عايز تزاود رماد هنكفي الكمبوتر شباب للكمين ريسيت بس يفضل انت يعني مثلا تزاود الرماد كلما تزاود الرماد تعلف قيمة تدي كارتر الشاشة مثلا احنا نجلل واحد عند تعلق رامات ينادي له رقم اثنين هندوس فواحد وفوا عاش ضغطة بطاولة فواحد وفوا عشرة ثم يا شباب ثم يا شباب زاود اللي لي صفحت القيمة هندوس على خيار اللي هو؟ خيار اللي هو الرابع ضوعة تستطيع تتحكم من الانتجاهات هندوس على خيار تمش هندوس على خيار بعد كما هشباب نده لها تحى على كلمة مثلا اللي هي ندوس عليها شباب هنا عندي خيار لانا عندي رسوم متحركة واخد 2 جيجا يعني انا كان مستخدم جيجا 2 جيجا بس في الجهاز ومراكبه فعندها خيار اللي هو فريم باف سيس ده خيار لو انت عايز تجلل طبعا لو عايز تجلل بتجلل القيمة نخليها واحد بحيث عندي الرئيم بتاعتي مثلا 3 جيجا او 2 جيجا ونص حسب انا مش عايز ده كله مش عايز الشغلة العافة بخليها في القيمة نزلها خالص خليها 32 ميجا طبعا كل ما تجلل في الحق يعني مثلا تخليها 2 جيجا او 1 جيجا او عجل كل ما تبلغها بشغالة بس بوضوها بجود عجل فده انت لو انت مثلا مش بيستخدم العافة ممكن تعملها او مثلا انت بيستخدم العافة بس عايز تستخدم الرئيمات باقصص استفادة يعني فانت بتخليها واحد لو هي اتنين اما لو هي واحد وبرده بتجلع معاك وتاخهم الرئيمات وستخدمها 5.5.0 ميجرا مش هي اتملت الحworth يا المسكم مش احيضي شغلة قواعدة او 32 ميجا طبعا بدوي يتحكم عن طريق الالتجاهات طبعا الشباب طبعا الشباب التدوس على حرف الأنتر باشمع نهفظ العادات الطبعاKing ي Downter هندوس على F10 هندوس على F10 هندوس على F10 ثاني هندوس على كاملة Enter لحفظ العددات هندوس على كاملة Enter هندوس على عدد Real الكمبيوتر فدخلنا الشباب على الخيارات لـ Display Settings ثم شباب ثم هندوس على كاملة Advanced Display Settings ثم مسبوك ثم رغبت ثم الكمبيوتر ثم كاملة ثم اتغيرت ثم انت Estados ثم انتغيت ان الدخل على ثم نطلع الخيارات ثم نظر كمين بروبيرتز هتلاقي ضغط قيمة كانت في الاول و احد الوقت بيجت تلات دقية دخلها على اربع جيهة اقدر شغلها بس هتبقى بتجاوض دقائل بس هتشغل لها طبعا لما تزود درامات بتزود القيمة تخلىها واحد او اثنين ده افضل لك شان بتشغلك العاب بجاوضة عالية وتشغلك العاب اللي هتجي لها اما انت مثلا عندك لما ضعيفة فانت بتغيية لحد ما تزود درامات وده الاختيار ده ليك وكيا شباب كل الفيديو بتاعنا خلص دعالي فيديو اعمل لايك وسبسكب القناة واشينا لكم استفيد وفي الاخير شكرا لكم سبحانك الله وبحمده استغفروك اتوب اليك